ازاي يحاول كوبات النسكافيه العادية دي لتلات كوبايات من النسكافيه الفاخر او فرباتينو من غير اضافة اي سعرات حرارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله نعمل وصفة حلوة جدا متخيلين التلات كوبايات دول بستين سعر حرارية تلاتة مع بعض يعني الواحدة حوالي عشرين سعر وصفة سهلة جدا تعالوا نعمل كوبايات النسكافيه العادية عشان نبقى نحولها اي كمية نسكافيه انتو بتحبوها مع لقمص مسلا ونوع نسكافيه يكون بقينا نستعمله مؤخرا مش الانواع الازيمة انتو فاهمين قصدي حطيت عليه ما يتكون مغلية عند درجة حرارة تسعين او تمانين وبعدين بزود الحليب وكمان لو عايزين نحط سكر على حسب ما احنا بنحبه انا بشربه من غير سكر ودي كوبايات النسكافيه العادية ازاي بقى نحولها ازاي ما قلنا في اول الفيديو لتلات كوبايات ومن غير اضافة اي سعرات حرارية التلك هنجيب كمية محترمة من التلك وطبعا لازم يكون الخلاط بتاع مجربين فيه قبل كده ان هو بتحط فيه تلك ما فيش اي مشاكل لاني هحط كمية كبيرة كوبايات النسكافيه اللي احنا عملناها وكمية من التلك محترمة كوباية كلها انا هحط كل اللي انتو شايفينه ده كل التلك ده هو بقى حاجة من غير سعرات كان قبل كده فيه حد كان بتاريق يعني او كانت نقطة تقريبا هي بايخة شوية يعني اسمعوها معي ان كان فيه حد بيقول عايز حاجة اقولها اكلها مش اشربها ما بين الوجبات علشان ما تخنش وتكونوا غير سعرات ففيه حد يعني رد قاله ارقش تلك معلش لو هي بايخة عندي هنا الخلاط والسألوني علي قبل كده اه الفيشة بتاعته فيشة سلاسية ونضرب انا عندي هنا اوبشن في الخلاط اه الحاجة المجمدة وبس كده يعني هي تقريبا هياخد معي هنا دقيقة ونص وبكده ازاي ما احنا شايفين هو يمكن كمان اتحول معانا الايس يعني ايس كريم يعني ايس كريم بيكون خفيف طعمه حلو طبعا هنعمله بالسكر اللي احنا عايزينه لو حد عايز ياخد عسل انا صراحة عمري ما جربت طعم النسكافية مع العسل بس يعني اللي عايز يجرب ممكن اكون جربته مرة مع دبس طمر كان طعمه معقول جدا يعني دبس الطمر بيبقى حلو مع فلو حد يعني مش عايز ياخد سكر اه دايت وكده ولكن الله لو تعودنا على النسكافية عمتل اه من غير سكر والله بيكون حلو انا بحبه يعني صراحة ما عرفش اشربه اصلا بالسكر طيب شايفين بقى اللي هتكون معانا ايه رائع جدا بس بقى ايه لازم نشربه على طول هو احنا عايز اقول لكم على حاجة الناس اللي بتعترض لما بنعمل وصفة واقول لكم لازم نستعملها على طول هو احنا لو احنا مسلا لو احنا اشترينا ايس كريم من برا هل ينفع نقعد بقى مسكينه ونخليه جنبنا ونقول لا عايزين نشوف حاجة ما يسحش حاجة طبعية حاجة فيها تلك مشروب في تلك او سموزي او سميه زي ما تسموه فلازم اه على طول لنزله من خلاط ونقعد نستمتع به وهي فضل طبعا متلك شوية وهيدي فوم حلو جدا كريمي جدا كريمي من غير ما نحط كريمة من غير ما نزود سعراتها ريه فالكوباية الوحدة اللي احنا كانت عندنا بقى دلوقتي عندنا تلت كوبايات او سموها كوبايتين ونص لان الكوباية دي صراحة اصغر بس الكوباية اللي انا كنت احطها في الاول يعني اصغر من الكوبايات اللي انا حط فيها دلوقتي يعني اللي انا حطها ده احنا بنسميه شب مش شب يعني بس شب يعني اش عارف احد يكون فاهم اللي انا بقوله ده ولا لأ اكتبولي بقى في التعليقات اي رأيكم في المشروب الصيف الجميل ده منعش جدا الناس اللي بتحب القهوة والناس اللي بتشرب القهوة ساعة بدل ما تجيبي القهوة العادية او بتعملي النسكة فيه بطريقة العادية وتحطي تلك جربي تعملي الطريقة دي لو الخلاط هيستحمل معاك وهروش رشة بس كده نسكة فيه بصوا كريمي قد ايه دي كانت وصفة النهاردة اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم واشوفكم على خير ومع السلام